يا مساء الخير وأهلا بحضراتكم مرة ثانية الحقيقة نحن نهاردة عندنا محاور كتير جدا عايزين نتكلم فيها ولكن طبعا المحور الأهم اللي احنا حابين نبدأ به حلقتنا نهاردة هو رسالة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للجماهير والملايين من عشاق نادي الزمالك حقيقة نهاية رسالة في التوقيت المناسب رسالة نقدر نقول عليها أنها حاسمة حاسمة لإسكات الشائعات وطيور الظلام المستشار المتضى منصور قالها مبارح وقالها بوضوحه بصراحة مستر فريرا مستمر في عمله وله كل الدعم وقال كمان أن مستر فريرا هو المدرب الأفضل في مصر كلام من المسؤول الأول يديك أو يمنح الثقة والهدوء للجماهير زي ما بقول لكم أنه هو الكلام ده كان مهم جدا توقيته مهم جدا كان ضروري قوي قوي في الفترة دي أو في التوقيت ده أنه هو يتقال ليه علشان يدمر تماما كل محاولات طيور الظلام أنه يحاول يفجروا دايما مشكلات غير حقيقية في الفريق زي ما يكون صعبان عليهم أنه ليه الزمالك يعيش في هدوء ليه الزمالك يعيش في استقرار وهذه الحقيقة دايما مشكلتنا مع طيور الظلام في الزمالك دايما الناس تحاول أن هي توقعك دايما الناس تحاول تثير الشكوك حواليك فطبيعي جدا أنه نحن في الوقت ده كنا لازم نرد نرد ونقول أنه لازم نقول دلوقتي بصراحة أنه لو لو وجود المسؤول المتضمنصور كنا دخلنا في فترة كده مش حبنا وهي عشرية سوداء دلوقتي معاك دوري في آخر موسمين ومعاك كاس مصر ومعاك كنفيدرالية طيب إيه اللي الزمالك محتاجه دلوقتي زي ما قلنا مبارح وزي ما احنا دايما على فكرة بنقوله زي ما بنقوله ده مهم الدعمه مهم جدا أنك دعم كامل لمجلس الإدارة برئاسة طبعا المسؤول المتضمنصور أنك كمشجع زمالكاوي تعرف ضروري جدا أن المنفذ الوحيد للحقيقة هو إدارة النادي واللي بيقدرها طبعا كبير العائلة في نفس الوقت زي ما بقول لكم ضروري جدا أنه أنت تكون بتدعم طول الوقت دعم للجهاز الفني بقيادة مستر فريرا مستر فريرا يستحق كامل الدعم وكمان تدعم لعبتك وتدعم لعبتك بكل قوة إحنا عندنا يعني خلينا نركز في اللي جاي خلينا نركز في أن احنا ندعم مستر فريرا خلينا نركز أن احنا ندعم اللعبي بطوعنا ونقف على رجلينا دايما زي ما احنا وقفين على رجلينا وما نخليش أنه في باب حتى أو نسيب باب كده موارب لأي حاجة ممكن تهدنا دايما إحنا مع الفريق إحنا عندنا ملفات صعبة إحنا مركزين إحنا عندنا دلوقتي ملف إصابات في لعبة كتير جدا لحقهم سوء الحظ أو في سوء حظ زي نبيل هما الدونج زي البنيني سامسون أكينو لزي إبراهيم أنا ضاي الوينش فاتوح إصابات قوية جدا إحنا بنتكلم عن نصف فريق تقريبا في نفس الوقت في لعبة انضمت قبل بداية الموسم بساعات وفرقوا على فكرة معانا جدا زي مصطفى شلبي وعمر السيسي آه في حاجة أو في يعني محتاجين وقت شوية للتأقلم علشان نشوف بصمتهم المميزة ولكن في المباريات اللي هم شاركوا فيها واضح أن هم يبقى ليهم يعني علامة برزة أو هم أضافة للفريق المؤكد زي ما أقول لكم ومهم جدا إن الزمالك في حاجة للدعم وإن إحنا نسيب مستر فريرا إن الراجل إحنا واسقين فيه مليون في المية وإحنا مش إحنا اللي هنهده يعني عايزينه يشتغل في هدوء ويشتغل في صمت إحنا عندنا الحمد لله فترة توقف هيغيب فيها لعبتنا الدوليين وهنجهز بقى دي فترة مهمة جدا لنا إن إحنا بقى نجهز لعبتنا المصابين كمان باقي اللعيبة سقطنا كبيرة جدا جدا في قدرة لعيبة نيدي الزمالك العودة بقوة للمباريات والمنافسة على الدوري وعلى الكاس وإن هم يحصدوا اللقبين لقبين كبار زي ما حصل الموسم اللي فت إحنا قادرين نحقق ده الموسم ده على فكرة إن شاء الله واحدة واحدة كده زي ما بقولوكم دايما نمشي مع بعض واحدة واحدة مباراة بمباراة نقف صف لعيبة نقف صف مستر فريرا نقوم الفريق على رجله لو في مرة مثلا حسينا إن احنا في مباراة من المباريات مثلا ما كناش في أحسن حالتنا عادي بيحصل مع كل الفرق إنها في مباراة أو التانية ما بيكونش في أحسن حالتهم ولكن بعد كده بالدعم إن أنا ببقى غصقة فيك إنك إنت كفريق قادر مرة تانية إنك إنت تمشي على الخط وإنك إنت تنافس العبرة بالنهاية والعبرة بالخواتيم إن شاء الله إحنا قادرين ننافس لي النهاية بمناسبة بقى إن إحنا خلاص يعني عندنا لعبتنا الدوليين رايحين لي المنتخب زي ما عدت لكم في البداية عندنا كلام كتير جدا واحد برضو من الملفات اللي إحنا حابين نتكلم فيها النهاردة هو ملف منتخب مصر منتخب مصر هيبدأ خلاص استعداداته لي مباراة بلجيكا الودي مستر روي فيتوريا خلاص يعني خلال ساعت تقريبا هيعلن عن قيمة المحترفين اللي هيلعبوا المطش دقاء واللي هيلعبوا المباراة دي وينضموا لباقي المجموعة والليال حقيقة كانت مليئة بالمفاجآت بشكل كبير مستر روي فيتوريا الحياة عايز يقول رسالة حلوة جدا ومشجعة جدا ومحفزة جدا إيه هي إن الفرصة متاحة للجميع وإن العدالة موجودة وإن أي خطأ حصل قبل كده هيتم تداركه في أسرع وقت وكلنا بصراحة يعني أنا شفت إن فيه عدالة كبيرة جدا في الاختيارات خاصة مع لعبين الزمالك الأول محمد عوات حارس المرمى الأفضل في مصر وطبعا في مكانته دلوقتي مع منتخب مصر والتاني هو حسام عبد المجيد قلب الدفاع المميز الحقيقة اللي اتنين ما فيش عليهم كلام ما تقدرش تختلف عليهم لعيبة كبار لعيبة أثبته نفسهم مش شرط إن اللي عشان أقول على لعيب كبير إن هو يبقى كبير سنة ولكن كبير موهبة في أرض الملعب عارف يثبت نفسه كويس جدا اللي اتنين من أفضل اللعيبة في مصر ما فيش خلاف عليهم ما تقدرش تقول عليهم أي حاجة والاتنين هياخدوا فرصتهم خلال الفترة الجاية كمان ميستر روي فيتوريا امبارح أعلن عن القايمة وعايز أقولها مع حضراتكو تاني أو عايزين نفكر كده مع بعض أو نفتكر مع بعض القايمة التي أعلنت امبارح في حراسة المرمى حمد الشناوي محمد عواد محمود جاد في خط الدفاع عمر جابر أكرم توفيق محمود متولي باهر المحمدي حسام عبد المجيد محمود علاء حسين السيد عبدالله جمع خط الوسط حمدي فتحي مروان عطية إمام عشور محمود حمادة محمد مجدي أفشا عمر السيسي أحمد سيد زيزو طاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر مصطفى عبدالرقوف زيكو أما فيه الهجوم مروان حمدي حمد شريف أحمد ياسر رين طيب دي القايمة اللي مستر ري فيتوريا أعلنها مبارح أنه هما انضموا ليه المنتخب الأول وهيبدأ طبعا الاستعداد للمباراة المحددة المحددة لها يوم 18 نوفمبر هي مباراة أو الدية ولكن هي طبعا بتحدد مصير وده مطشم السهل على فكرة وأبام منتخب أوروبي ومصنف يعني منتخب كبير جدا جدا وكلنا طبعا عندنا ثقة بصراحة في قدرة لعبتنا أنهما يقدموا مستوى مميز عرض جميل ونواصل بقى التقدم بقى والتطور بقى الفترة الجاية ويرجع زي ما كلنا بنتمنى أن منتخبنا منتخب مصري يرجع بقى لمكانته الطبيعية أحد عمالقة الكرة في إفريقيا كل التوفيق للقايمة المختارة وكل التوفيق طبعا لي مستر روي فيتوريا نتمنى له إن شاء الله فترة مليئة بالإنجازات مع المنتخب الوطني